اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبعد كده ورق الزبدة برضو في المطاعم والحلويات برضو ده من نفس الشغل الورقيات خليني اسألك سؤال يا شمانس محمد بالنسبة الكريستال فويلة على وجه الخصوص مراحل التصنيع اللي بتحصل عند حضرتك في الشرك عايزك تحكيها لي بشكل مبسط مراحل التصنيع عندنا احنا منجيبوا رولات كبيرة تمام فيه مكينات بتبقى استيراد بتبقى استيراد اه فيه مكينات للتقطيع وفيه مكينات لإعادة لف كميات صغيرة بحيث تبقى على قد استخدام منزلي او استخدام مطاعم لو استخدامه كتير تمام لو انا كشاب مستثمر وعايز ابتدي حياة المستقبلية او المجانب المهني عندي في الصناعة دي قادر الى انا ابتدي فيها فرنج كامب كبدايا كبدايا ممكن تبدأ معاك من 200 الف بس انا بنصح دايما 200 الف اه ممكن الاول يتاجر الاول عشان ما يتصدمش بالمنافسة اللي في السوق فانصح ان هو يتاجر الاول بعد كده يبدأ يصنع بحيث ان هو يبقى عنده عميل جاهز يدخل بي السوق منافسة طيب لما جينا يا فريق الاعداد يدرس الموضوع لان ان الطلب في النوع ده من الصناعات فيه طلب كبتير وكبير تمام هل خلينا اسألك بشكل صريع هل فيه نوع من انواع المخاطرة بتواجهك يعني هل الموضوع بالنسبة لك ريسكي ولا لا بيبقى فيه دمان كويس لا هو الموضوع بفضل الله فيه دمان كويس هو بس طبعا الفويل سعره بيتحدد كبورصة عالمية سعر البورصة ده ممكن يبقى فوق ممكن يبقى تحت ده حسب العرض وطلب فممكن مثلا احنا نتفق على كمية كبيرة ميتين طن ميت طن النهاردة سعره مثلا نوصل بثلاثة ميتين دولار تقريبا لو اتفقنا على ميت طن او ميتين طن لو البورصة نزلت بنواجه عقوبة في السوق طب سيد محمد قولي اهم المنتجات الموجودة في شركة مايباك عندك ايه انا عندي ورق الفويل اساسي اللي هو الاستخدام المنزلي استخدام مطاعم عندي برضو الستريتش اللي بيغلب فيه برضو الاكل عندي الفويل بقى التقيل السمكات التقيلة بنستخدمها كفويل لغطى البتجاز للبتجاز حماية للبتجاز تمام وعندنا برضو ورق الزبدة ده استخدامه المطابخ والمطاعم في الاستخدام الحلويات يعني المنتجات الموجودة عند حضرتك في الشاشة انا شايف ده الرول اللي هو بتاع كريستال فويل اه ده رول ورق الزبدة ورق الزبدة؟ تمام طيب خليني اسألك بالنسبة للفويل التقيل هل بيكون استخدام الاثنين للاغراض المنزلية؟ يعني انا دلوقتي لو جبت فويل بتاع الاكل خلاص اللي هو بتاع غطية البتجاز واستخدامه في الاكل هل حيتعرض معي يعني هل بيبقى المشكلة في الكسافة بس ولا بيبقى فيه نسبة سمية مختلفة ما بين الاثنين؟ لا لا هو طبعا فويل الاكل ده غذائي وصحي ما تفوش تمام انا بكلم مع التاني التاني الميزة فيه انه هو اتقل شوية في السماكة هو سمك تقيل شوية انا ما بقاش فيه نسبة سموم لا 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 ما فيهش نسبة سموم خالص خالص احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نبعد عن اي حاجة ضرب الصحة او بالبيئة تمام طيب برضو فيه حاجة عايزة فهمها من حضرتك ازاي بتقدر ان انت تتنافس او تعمل سوق متوازن ليك مع المجتمع المحلي؟ بمعنى دلوقتي انا كعميل منصر بيبقى قدامي فيه المنتج بتاع حضرتك فيه شركات تنافسية ليه كتير جدا تمام وبيبقى بأسعار مختلفة ازاي قدرت تعمل المعادلة الصعبة ان انت تخلي كريستال فويل رقم واحد؟ بدبنا اولا ان احنا نطور في المنتج ملتزمين بأعلى مستويات جودة في المنتج كمان بنغلي في المنتج كل قطعة الوحدها بحيث ان هي تبقى سهلة الوصول للعميل وتكون موفرة مع العميل يعني لما ياخد كطعة مش مجبر انه ياخد كارتونة طبعا بس فيه حاجة يا استاذ محمد يعني انا دلوقتي كعميل سهولة الوصول للمنتج عندك اخبارها ايه؟ يعني بمعنى دلوقتي يا استاذ محمد هل وجود المنتج عند حضرتك موجود في منافذ البيع كتير ولا في اماكن معينة؟ هلأ عايز مني مشوار ولا هلققي تحت البيت؟ لا لا هتلاقي تحت البيت والمنتج بتاعنا شغال مع بتوع اه مواد التعباء والتغليف وعملين انتشار كويس في كل محافظات الجمهورية عن طريقه وكلا معتمدين بفضل الله طيب خليني برضو افهم من حضرتك يعني من ضمن المنتجات اللي انا شفتها لشركة مايباك كان فيه حاجات غير كريستال فول كتير جدا تمام من ضمن الحاجات فيه حاجات متستخدمة في ادوات النظافة والمنزلية اه عايز اعرف ازاي تلفيه فرايتي او التنوع ده في الصناعة يعني منين عرفت ان انت تعمل دمج بداخل مؤسسة واحدة تحت مسمى مايباك لكل الانواع دي من الصناعات احنا بنعمل دمج يعني بنعمل اول دراسة لاحتياجات المستهلك تمام احتياجات المستهلك بالنسبة لحاجات المنزلية ممكن نضيف معاه اللي فالي هي الموعين دي اللي نضافها في المطبخ ممكن نضيف معاه مثلا الفويل وراء الزبدة والستريتش بنضيف معاههم مثلا الستيكر بتاع البتجاز اللي بيتلزق على غطى البتجاز برضو بيدي شكله حماية للبتجاز بنضيف معاه الستيكر الرخامي اللي هو ممكن يتلزق على رخامة المطبخ مهتمين بان احنا يعني يبقى عندنا كذا صنف بنساعد العميل في ان حاجته كلها تبقى موجودة من مكان واحد من مايباك طيب خليني اعرف في مراحل التطور لشركة مايباك هل في خطة او استراتيجية ان احنا نتدي نطلع من السوق المحلي يبقى في تصدير المنتج ده بشكل خارجي او لدول اخرى احنا الحمد لله عملنا ده وصدرنا لكذا دولة من دولة العربية وعندنا دراسة مستمرة برا للأسواق الخارجية يعني فيه قناوات اتصال مع دولة فيه قناوات اتصال وعملين دعاية برا برده كويس جيد مع السوشال ميديا يعني يعتبر السوشال ميديا دلوقتي رقم واحد في الدعاية طيب افضل الدول اللي بيتم استراد لشركة مايباك من عندها بيكون ايه؟ منتجات الفويل واللي في المواهيب انا بقى اتكلم على نوع الدولة نفسها اسمها ايه؟ دولة ايه؟ المكان اللي بيستورد من عند حضرتك افضل مكان فيه 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 الاردن وفيه ليبيا وفيه كان فيه لبنان بس طبعا بعد الاحداثة الاخيرة دي كانت العملية سعرشة يعني ندر نقول ليبيا والاردن هم افضل دولة طيب بالنسبة السودان برضو في الفترة الاخيرة شغير السودان؟ طب خليني برضو اعرف منك دلوقتي هل العلاقة ما بين مايباك وما بين العميل بتنتهي عند غرض الشراء بس؟ يعني انا دلوقتي كعميل لو حبيت ان انا اتواصل مع شركة مايباك هل حيبقى مثلا فيه خدمة عملة بيردوا علي؟ هل حيبقى فيه ان انا يقدر يبقى بيننا كناط اتصال؟ ولا الموضوع بينتهي مع شراء المنتج؟ لا لا التواصل موجود عندنا صفحة للتواصل كريسال فويل عندنا ارقام تليفونات للمبيعات عندنا رقم للشكاوة من المنتج لو فيه اي ملحوظة اي حاجة اي مقترح بنضيفه طيب خليني اعرف منك المواصفات القياسية للمنتجات اللي بتفترضها شركة مايباك بمعنى هل فيه عندك معايير للجودة لكل منتج بينزل السوق ومعايير الجودة دي بتبقى حطيتها على اساس ايه؟ احنا عندنا مهتمين جدا بجودة المنتج اعلى مستويات جودة موجودة تغليف المنتج بشكل كويس كمان عندنا كاتبين على كل منتج طريقة الاستخدام وفيما يستخدم طيب خليني برضو اعرف من حضرتك وده حصر البرنامج حكاوي اليوم العروض اللي بتقدمها شركة مايباك احنا بنقدم عروض الكبار العملاء خدمة مثلا توصيل بنساعد الكبار العملاء ان هم يوصلوا المنتج للمستهلك بشكل كويس تمام بنساعده يعمل رواق للمنتج طيب المطالب يا بشوانس محمد خليني اعرف من حضرتك هل صناعة التعبئة والتغليف وبالاخص فوق الفويل بتاع حضرتك هل شركة مايباك ليها اي مطالب؟ لا احنا ما عندناش اي مطالب احنا نفسنا ان صناعة الدرفالة الالمونيوم تكون في مصر طيب في اي صعبات بتواجهكم؟ لا ما فيش اي صعبات بفضل الله الصعبات كانت في الاول لما كنا عايزين نعمل انتشار جامد كان ممكن رأس المال ضعيف شوية لكن بفضل الله مبادرة البنك المركزي عملت معنا شغل كويس طيب شمانس محمد برضو عايز اعرف من حضرتك عشان نقدر نعمل النهوض بالنوع ده من الصناعات لو حبينا نوجه ورقة او رشدة باهم الاصلاحات اللي نقدر نعملها تكون زي ايه؟ بالنسبة للمجال ده نقدر نقول مثلا اي حد عايز اشتغل على المنتج يدرس الاول المكان المحيط بيه اللي هو هيبقى سهل التوزيع فيه بالنسبة له يشتغل على المنتج ده تسويق كويس بعد كده يخش الصناعة لكن دخول صناعة على طول من غير عملة يعني هيقابله صعوبات في المنافسة شونس محمد انا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك في اخر اللقاء بس حابب من حضرتك توجه لي نقطة مهمة جدا هل شركة مايباك اللي استخدام المنتجات بتاعتها في السوق المصري نقدر نقول ان نسبة الكسافة البيع او ثقة العملاء موجودة بشكل كبير وازاي نقدر نطور من الموضوع؟ ثقة العملاء الحمد لله موجودة بشكل كبير وبنطور على طول في الموضوع بنضيف منتجات جديدة بنغير طريقة التغليف بنزود منتجات اعلى تحديث برضو ممكن مثلا يعني السنة اللي فاتت دخلنا في الالمونيوم غطى المتجهز ده شغل الوان جامد جدا عامل شغل كويس انا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك انا اسعد مسترقى ده اعزائي مشاهدين دي كانت نهاية حلقة النهاردة من برنامج حكاوي اليوم انتظرونا في حالات اكتر مفاجآت اكتر مع النخبة في كافة الصناعات دمتم بصحة وسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة